لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات صباح الخيط نسأل صباحك حبيبي كيفك يا حلوة تمام نشكر الله الحمد لله طبعا أكيد ضمن هالفقرة دورة فلكية جديدة إمتا؟ بدأنا هايوم لا حد شفت كيف أنا بزاكرة عندي عدم إذن بدأنا بدورة فلكية جديدة لكل أشخاص اللي حابين يعرفوا عن آخر التوقعات الفلكية لأبراجهم أو توفق أبراجهم مع الأبراج الأخرى فيكم تتواصلوا معنا أو تبعتوننا على فيسبوك من أكثر الأبراج محظوظ بهاي الدورة الفلكية؟ الثور الثور برج الثور كثير هلأ الجدي إحنا قلنا هو صاحب الحظوظ المطلقة بسنة جاية ولكن هو هلأ عم يتدرج بالصعود الثور بلش التدرج معه من شهرين وهلأ واصل لمرحلة كثير عالية والسنة جاية برضو رح يكون كثير ممتاز خاصة للي رح يعرفوا كيف يتعاملوا مع المستجدات اللي عم تظهر لأنه في كثير من برج الثور عم بيمتهنوا مهنة مش بين تخصصهم أوكي فوصينا من شهرين أنا حكيت برج الثور ما تتنمر بوضعك ما تتعالع على الناس اللي حواليك أو تصير عندك شوفة حال بما معناه حاول أنك تتعامل بشكل صح مع المحيطين عشان يستمر هذا الرقي عندك ويتصعد نعم طيب يا ستة العزيزة نحكي عن برج الدلو شوي برج الدلو اللي كان كتير من برج الدلو شهر 11 بلشت معهم بعض التراجع والمطبات وتستمر بشهر 12 كمان البعض من برج الدلو خاصة العشرية الثانية عم نحكي بداية الشهر كان فيه تراجع بالعمل خاصة بحالة توقيع عقود أو بحالة بداية عمل جديد مع بداية الأسبوع الثاني تتحسن الأوضاع وتلقى الدعم من أحد الأطراف شهر جيد يحمل المستجدات وعلاقات اجتماعية جديد من نوعها عالية المستوى احذر الوقوع بنقاشات عقيمة هاي المسألة أو إنك تتذمر من وضع معين هذا هو شهر الانفراج بعد الأسبوع الأول إذا عرفت كيف تتعامل مع المعطيات احذر عمليات النصب لاحتيال السرقة النسيان معاملات مهمة عليك الانخراج بالمجتمع والخروج بأفكارك إلى الضوء لأنه برج الدلو له فترة كتير طويلة بياخذ جهة الانعزال والابتعاد وعدم حضور الأمور الاجتماعية اللي عم تحصل فهلأ هاي الفترة مناسبة أنك تظهر إلى الضوء وتطرح أفكارك بشكل صح العشر أيام الأخيرة كتير ممتازة لعمل تغيير بحياتك الخاصة وأيضا بدك استراحة وبدك تنتبه لصحتك بهذه الفترة العاطفة رح تلاقي السعادة مع العائلة والفرصة مناسبة لغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب طيب في عناية ستي العزيزة برج الجوزاء عاطفيا الجوزاء أمورهم ممتازة جدا خاصة السنة الجاي رح يودعوا كل المطبات ما رح يضل ولا إشي عندهم يشتكوا منه أو يتذمروا منه الأسبوع الأول كان فيه مواجهات وسلبيات وكان عندك شعور بالتعب والتوتر هلأ خلصت هاي الفترة بدك تنهي العصبية حتى مع أقرب الناس لا إليك كنت عم تتمشكل فهاي مع بداية الأسبوع الثاني تنتهي تتحسن الأوضاع بالتدريج وتنطلق لحتى تحقق هدف صعب انتبه لانطلاقتك ما يكون فيها تسرع فيها دراسة لبعض الأمور قبل ما تدخل فيها لأنه أنت اللي رح تحدد الوضع العام كيف رح تدخل على السنة الجاية هاي الثلاث أسابيع الجاية مهمة جدا بحياة برج الجوزاء لحتى تحدد ايش الموقع اللي رح تاخذوا ايش الدرجة اللي رح توصلها مع بداية السنة احذر مخالفة القوانين ما تعوم ضد التيار احذر من هاي الأمور العشر أيام الأخيرة هي الأفضل إذا عرفت كيف تتعامل مع معطيات هذا الشهر والعاطفة الفترة الثانية هي الأفضل للقرارات العاطفية عليكم أن تتحلوا بالصبر بهاي الثلاث أسابيع الأولى وتأجلوا بعض الأمور المهمة المصيرية للعشر أيام الأخيرة بما يخص العاطفة نعم طيب في عنا برج القوس اليوم عيد ميلاد مامو بايدا ويا ميسون كل عام وانتي بألف خير يا حبيبتي العمر كله ان شاء الله يا ربي خليلكم ياها حبيبة ألف القوس شهر جيد مع تأخير ببعض الأمور يعني بالفترة كمان عيد ميلاد أخوكي كان رابع على بعض كان لازم تحتفنوا فيهم والله لازم صح ما ضبوط إذن هو شهر جيد مع التأخير ببعض الأمور اللي خليك تشعر بالعصبية وعدم الأمان بالخوف بالتردد لكن هاي كلها رح تنتهي مع بداية الأسبوع الثاني نلاحظ أكثر الأبراج الأسبوع الأول عندها كانت تراجع الحمد لله هاي خلصنا من الأسبوع الأول نحن داخلين على الأسبوع الثاني إن شاء الله بخير وسلامة مشاريع جديدة فيه حجر أساس لشيء معين مش بالضرورة يكون مشروع ومصاري ولكن حجر أساس بحياتك قد تكون الخاصة أو العامة تتخذ قرارات كتير مهمة بحياتك وما تتراجع عنها وبدك بعض الأمور تتغير فرح تعمل هذا التغيير بحياتك ورح يخدم مصالحك على المستوى النفسي على الأقل تبدع بعملك وبتحصل على موارد مالية جديدة العشر أيام الأخيرة فيه معطيات جديدة لانفراجات مهنية ومالية لحتى تنطلق لكل ما هو جديد والعاطفة جزء الأول هو الأفضل للقرارات العاطفية يا ميسونة يا ميسونة ترى معك يا نارو هذا الشهر السرطان شهر يحمل لكثير من التحركات والتحديات هذا الشهر أيضا ينقسم لقسمين القسم اللي رح يحط حجر أساس من جديد يبدأ من الصفر بعد ما من شهر أربعة كنت عم بوصي أنه ديروا بالكم على الأمور المالية إذا كان في عليكم أي التزامات وفوها فاللي ما التزم هلأ عنده بداية جديدة وانطلاقة كثير كبيرة فيها تعب فيها تحديات فيها مواصلة الليل مع النهار بالعمل ولكن أيضا فيها أبواب مفتوحة ومشاريع كثيرة حتى الأشياء الصعبة كانت بالسابق هلأ مع البداية الجديدة رح تتسهل عليك بالسرية التامة بعملك لأنه لسه في بعض الناس اللي عم تترصدك لحتى ترجع خطواتك إلى الوراء فانتبه لأسرارك ما تعطيها لحد خاصة على المستوى المهني ولكن أنا أيضا بحكي لكم أنه حتى على المستوى الخاص بتكونوا كثير حضرين بكلامكم تزداد المسؤوليات لذلك بالعشر أيام الأخيرة بدك تنتبه شوي لصحتك وإنجازات الفترة الأولى رح تكون مهمة جدا بحياتك ولذلك من أول الشهر لآخر وحتى مع العشر أيام الأخيرة بالرغم أن الظروف كويسة ولكن ابتعد عن المشاكل بشكل مطلق العاطفة عدم القدرة على اتخاذ القرار وعدم السيطرة على مجريات الأمور بهذا الشهر تخليك شوي تتراجع باتخاذ القرار خاصة المصيرية والفترة الثانية هي الأفضل وكثير من برج السرطان اعتبارا من 24-11 لـ 24-4 في عندهم أو حتى اللي بدأ من شهر 6 أو 7 بدأت معه بمراحل بسيطة أنه تغيير بالحياة الشخصية يعني كان مش متجوز يتجوز أو كان في خطبة انتهت في إعادة وضع أمور بحياتك الشخصية أو انتهاء علاقة من زواج إلى إنهاءها في دخول على مرحلة جديدة بحياتك الشخصية يا برج السرطان نعم طيب يا ستة العزيزة نحن هلأ في عنا برج الميزان عاطفيا الميزان هاي الشهر كويس عاطفيا مقارنة مع الأشهر الماضية وخاصة للي عمل على إنهاء التوتر وإنهاء الشروط الميزان دائما بيطلب كثير من الشروط باختيار شريك الحياة فكون دائما أحكي أنه عملوا بعض التنازلات فهذا الشهر في كثير من برج الميزان عندهم وضع حجر أساس لارتباط أو بداية علاقة أو البحث عن الشريك وفرص مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب فبالنسبة للوضع العاطفي ممكن الفترة الأولى تشعر بالتوتر بسبب أحد أفراد العائلة ولكن الفترة الثانية كثير ممتازة للقرارات العاطفية نعم إحنا ميسون بهيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباح إلى اليوم بسطنا جدا فيك حبيبتي ومنتمنى كل الأشخاص اللي عم بيسمعونا واللي بيشوفونا بكرة كمان يرجعوا يتابعونا دائما وأبدا برعاية أورنج باي ترجمة نانسي قنقر